تتسارع التطورات في ملف الأزمة في سوريا ولم ينزع بدء فريق التفتيش الدولي زيارته لأحياء دمشق للتحقق من استخدام أسلحة كيميائية لم ينزع فتير ضربة عسكرية غربية محتملة وهل هو توقف مؤقت للمفاوضات أم دائم هو ذاك الذي أعلنته السلطة الفلسطينية عقب مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص إسرائيلي وإن تقف الاستخبارات الباكستانية من وعود رئيس الحكومة نواس شريف لحامد كارزاي بدعم جهود الاستقرار في أفغانستان هذه هي أبرز عنوين عالم الظاهرة معكم اليوم أنطوان خوري